احتفل معحد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج الدفعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية ضمن سلسلة البرامج التدريبية في الشهادات الاحترافية هذا وشارك في البرنامج التدريبي 109 متدربين تلقوا التدريب على يد عدد من المختصين وذوي الخبرات القضائية والقانونية بهدف رفع القدرات والكفاءات في المجال القانوني والقضائي سعيا لتحقيق تطوير مستمر في القطاع العدلي في مملكة البحرين من منطلق دوره التدريبي والمهني أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية للبرنامج التدريبي الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية في الشهادات الاحترافية الهادفة إلى التطوير المستمر لعملية التدريب القضائي والقانوني وبناء وتأهيل القدرات والكفاءات في المجالات القانونية والقضائية سعيا لتحقيق تطوير مستمر في القطاع العدلي بمملكة البحرين طبعا هاي البرنامج يأتي برعاية سعادة الوزير نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامي والأوقاف وطبعا ذي المعهد الدراسات القضائية والقانونية كجزء من وزارة العدل يقوم بتدريب الخبرات القضائية كجزء من برنامج عمل الحكومة 2023-2024 للوصول إلى سرعة جراءات التقاضي والمحاكمة العادلة والجودة الأحكام طبعا هذا البرنامج بدأ منذ يوليو 23 واستمر إلى سبتمبر 23 وتم بمشاركة 110 من المشاركين وتناول مضمون هذا البرنامج مهارات ومعارف أساسية في أصول الصياغة التقارير الفنية التي تقدم إلى المحاكم وكذلك معارف متعلقة بالقانون تتناول مسؤولية وواجبات وحقوق والتزامات الخبير الفني هذا البرنامج استهدف الخبراء ومزاولي مهنة إعداد تقارير الخبرة القضائية من المهندسين والمحاسبين وخبراء تقنية المعلومات وغيرهم من من يرغب في ممارسة الخبرة القضائية في مختلف التخصصات والذين تجاوز عددهم في الدفعة الأولى والثانية 109 مشاركين من مختلف التخصصات الحمد لله البرنامج كل شي استفدنا منه بقوة لأننا عطانا نبدأ عن شلون نجري التقارير وتعديل التقارير وفي نفس الوقت الحيادية في كل القضايا فالحمد لله المتدربين جدا كانوا دوا كفاءة عالية واستفدنا استفادة جدا كبيرة في هذا الموضوع اكتسبنا من البرنامج خبرات في إعداد التقارير الفنية تعلمنا كل الأصول حق إعداد هاي التقرير وإخراجه بالشكل المناسب لتقديم المحاكم كذلك استفدنا من المدربين المختصين من خبراتهم من خبرات المشاركين طرحوا لنا نزاعات في الحياة وعلمونا شلون نحل هاي النزاع ونعدل التقرير المناسب عشان نقدم حق القاضي بالصورة السليمة هدف البرنامج إلى إكساب المشاركين أهم المعارف الأساسية المتعلقة بالخبرة القضائية مثل بيان دور الخبير والأطراف وفقا للتعديل القانوني الجديد وأصول إعداد تقارير الخبرة الفنية وغيرها من الموضوعات التي من شأنها إثراء خبرات المشاركين جهود كبيرة يبدوها معهد الدراسات القضائية والقانونية في التدريب والتأهيل والتثقيف المستمر للكوادر الوطنية العاملة في المجالات القضائية والقانونية من خلال إقامة الدورات المتخصصة والبرامج التدريبية وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين